أيها المشاهدون الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته قال الله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله الآية وصفت الآية الخيرية في هذه الأمة أمة العدل أمة قامت على الاعتدال في كل شيء أمة جعلت تناسقا بين الروح والبدن أمة في تعليمها في إرشادها في هديها لا تنسى أبدا الاهتمام بالبدن كما أنها لا تنسى الاهتمام بالروح جعل الله الخيرية في هذه الأمة وهناك أسباب لتكون هذه الأمة خير الأمم من هذه الأسباب التي وقف عليها المفسرون عليهم رحمة الله تعالى أنها أمة تسعى لرحمة الناس تسعى للحفاظ عليهم وعلى أبدانهم تسعى لتعظيم هذا الإنسان تسعى لتعظيم هذا الإنسان واحترام وجوده في هذه الحياة سيدنا ربعي بن عامر دخل على القائد رستم وقد أراد أن يعقد هدنة مع المسلمين فلما سأله رستم عن دعوته وعن سبب مجيئه وعن حركتهم في هذه الحياة قال له ربعي بن عامر رضي الله عنه إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة عبارات تبين فضل هذه الأمة تبين منهجها في هذه الحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرك وهو من هو مكانة وعبءا على عاتقه عبء الدعوة وعبء بناء هذه الأمة عندما يسمع بغلام يهودي مريض يحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم همه كيف يلقى هذا الغلام ربه ولم يؤمن بالله بعد يجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند رأسه يعوده ثم يقول للغلام قل لا إله إلا الله يا غلام أسلم وينظر الغلام إلى والده ويقول له والده أطع أبا القاسم فينطق بالشهادتين يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحا مصرورا وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار الخيرية في هذه الأمة بسبب أنها تحمل هموم العالمين تحمل هموم الناس تسعى لتعبيد الناس لربهم دون إكراه ودون تشديد وسبب من أسباب الخيرية في هذه الأمة أن الله اختصها بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الخلق وحبيب الحق لخص الله تبارك وتعالى أو ذكر الله تبارك وتعالى أهم ما يقوم به صلى الله عليه وسلم وبيّن خلقا عظيما في دعوته فقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين هذه الرحمة التي ملأت قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلته يغار يغار على هذا الدين أن يشدد فيه في التبليغ جعلته يغار على هذه الأمة أن تفعل الحرام جعلته يغار على من حوله على العالمين أن يعبدوا غير الله ومن أسباب الخيرية في هذه الأمة أن الله أكمل الدين وأكمل لها الشرع الحنيف وأنزل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا جلس يهودي مع سيدنا عمر قال عندكم آية في كتابكم تقرؤونها لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا هذا اليوم عيدة قال ما هي قال قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم فقال سيدنا عمر أنا أعلم متى نزلت نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفات يوم الجمعة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا خير الأمم وأن يجري الخير دائما على أهلها وعلى أتباعها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته